يعني حسب المعطيات أن هناك جهود حديثة تبذل من أجل وقف اطلاق النار في غزة فقط وليس في جنوب لبنان وأعتقد أن هذه المعطيات ستكون حاضرة في المرحلة القادمة وحتى احتمال قبل الانتخابات الأمريكية لأن غزة تبرت منطقة قد انتهت العمليات فيها وهناك نرى أن هناك استهدافات متواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي على جباليا وبيتلاهية التي هي تعتبر مركز مهم استراتيجي بالنسبة لحماس وهي تريد أن تطبق خطة الجنيرالات في هذه المنطقة وبالتالي إذا ما طبقت فأكيد العمليات العسكرية ستكون لصالح الكيان الصهوري داخل غزة فأتوقع قد يكون هناك اتفاق لإيقاف اطلاق النار في غزة وهذا يعتبر ضمن الاتفاقات التي حصلت ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي وحتى الجانب الإسرائيلي قد يكون هذا جزء منه قد تستغله إيران لعدم الرد على اعتبار أنها حققت نصرا ضمن التقية السياسية التي تستخدمها إيران أمام المجتمع الدولي بأنها حققت نصرا بإجبار الإسرائيل على القبول بوقف اطلاق النار لكن ضمن المحطيات التي على الأرض نحن متابعين أمنيين نرى أن العمليات العسكرية هي أصلا قد انتهت في غزة وغزة جرفت وبالتالي اليوم لا يوجد إمكانية لعمليات الاستهداف والاشتباك أو الالتحام كما كانت سابقا وخصوصا بعد استهداف السنوار أنا أرى أن القيادة قد فقدت سيطرتها في غزة ليس كما كانت سابقا بالرغم أن المقاتلين في حماس هم مقاتلين أشداء لكن أيضا القتال يحتاج إلى توفير دعم لوجستي دعم معنوي دعم عملياتي وأنا أتوقع باستهداف السنوار قد فقد حماس هذه المعطيات وقبلها هنية فلذلك أتوقع أن هذه المعطيات قد تكون حاضرة في وقف اطلاق النار في غزة في القيادة